بدوره أكد الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي أيمن سليمان أكد أن الصندوق قام بإدارة عملية طرح صفقة تطوير الفنادق السبعة وفقا لآلية عرض تنافسية تقدم إليها العديد من التحالفات والمستثمرين المحليين والعالميين وأضاف سليمان خلال تصريحات تلفزيونية أن الصفقة تمرت بالعديد من المراحل بدءا من عملية تقييم الفنادق من قبل أحد المقيمين العالميين تحت إشراف الصندوق صندوق مصر السيادي كان قام واتكلف من دورة رئيس الوزراء أن نحن نبص على أفضل فنادق أداء وأهلية للطرح وتم اختيار وتوافق على هذه المجموعة من سبع فنادق كبكورة طرح للشراكة مع قطاع الخاص قادرنا عملية الطرحة جبنا مستثمرين سوري جبنا الأول مقيم عالمي يقول لنا إيه هي قيمة الفنادق دي وبناء عليه عملنا طرح تنافسي وطرح تنافسي رفع من قيمة هذه الفنادق الحمد لله من خلال الممارسات والمفاوضات مع الجوانب المتنفسة وبناء على هذا وصلنا لمرحلة توقيع اتفاقية شروط حاكمة وترجمنا هذه الاتفاقية بقى في مفاوضات طويلة جدا ومركبة وصلنا للحمد للفينش لاين النهاردة إن احنا بنوقع الاتفاقية النهائية